موسيقى سلسلة الحليب بجهة الدار البيضاء ستاد تكتسي أهمية بالغة بمساهمة تبلغ 24% من الإنتاج الوطني قطاع يزخر بعدة مؤهلات تجعله أساسياً لتأهيل الفلاحة والعالم القروي بصفة عامة إلا أنه لا يخلو من المعيقات التي تستضعي تكتيف الجهود لتتمين هذه المادة الحيوية الفلاح يحاول ما أمكن أن ينتج ولكن من الإنتاج له يصل لكي يلقى مشكلة للتصويق لدينا شركات التي نتعامل معهم كشركات التي يأخذون منها الحليب وذلك شيء ولكن وللأسف كي يحتلوا واحد الوقت كي يبدوا يفرضوا عليك واحد الكوطة واحد العداد ديالليتر وات ديال الحليب اللي ما خصكش تفوتها وانت واخد مثلا شاري أبقار حلوب خصك الإنتاجها لتسوق واش تقدر تخلصها هذا واحد من الإكرهات والتمن ديال الحليب قار ما كيتزاد شيء ضمن الفلاح كي القارسو كي يضرب ولكن في الأخر ما كي يخرجوش ذلك شيء لأن المشكل ديال التمن مشكلة عاويس بزاف أما مليك تزاد عليه الكوطة كيفرضوا عليك الكوطة واحد العداد ديالليتر وات وتيخلوا لك لتروات الأخرين تتوحل تتقال الفلاح مسكين كرائس تعاونية كتلقارس كبير المنطقة مترقو سندان هذا الحليب اللي يبقى لك ترد الفلاح ما مش مسؤولته هو كي يجيبو التعاونية صافرة ما بقاش عنده هذا الحليب مخصوش يرجع ليه هو دير معاك اتفاقيا كي يزودك بالحليب خاص الحليب ديالي يمشي الشركة اللي انت كتتعمل معها كتتخلي لك الحليب دونك كتبقى انت هذا الحليب كتبتقلب على اللبان لدرجات أنه بعض المرات كيتدين عن ذلك الحليب 638 مليون لتر من الحليب يتم انتاجها سنويا بجهة الضار البيضاء سطات بمساهمة أكثر من 64 ألف منتج وأزيد من 800 مركز حليب فيما يشغل قطاع التعاونيات والجمعيات الناشطة في القطاع أكثر من 570 تعاونية و26 جمعية محلية وجهوية نحن بدورنا كاتحاد تعاونيات الفلاحية بإقليم بن سليمان اليوم تنفكروا باش نحاولوا أن تمنوا هذا المنتوج ديالنا لما يقارب على بنسبة التعاونيات ديالنا اللي تنتجوه ما يزيد على 80 طون يومياً اللي تنتجوها التعاونيات فإذا بيحنا دابت نشوفو باش نديروا واحد الوحدات ديال تتمين في الإقليم ديالنا باش نحاولوا المنتوج ديالنا باش نتمنوا روسنا تتمين المؤهلات التي يزخر بها قطاع إنتاج الحليب بجهة الضار البيضاء سطات من أهم المحاور الأساسية لضمان استمرارية القطاع بالجهة باعتبارها منطقة قابلة لإنتاج الحليب بامتياز اشتركوا في القناة